السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جيدة من حلقات معمل الكيميائي النهاردة سنتحدث عن المنتجات الصرفية والمنتجات الخاصة في بصل الصيف نعرف أن في بصل الصيف يكتر فيها الإنسكت سايد أو يكتر فيها الضبان والنموس والشيئات الخاصة ويحتاج منتج يقدر يقوم بعمل لي ريبيلنت أو يقدر يبعد النموس والدبان والحشرات الطائرة المختلفة نحن تكلمنا قبل كده بحلقة سابقة عن السيترونيلا ودوها الفعال في طرد النموس النهاردة سنتحدث عن حلقة جديدة انتظرونا بعض الفصل علشان نشوف إزاي حنعمل منتج بالديت بالعلم حياتك أسهل قناة معمل الكيميائي على يوتيوب الكيمياء ببساطة ديت أو نن داي إيسايل تولومايد من المواد الفعالة جدا 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 والقديمة قوي في منتجات طرد النموس والذبان من منتج الديت ممكن أعمل بي لوشن ممكن أعمل بي سبيي ممكن أعمل بي جيل ممكن أعمل بي كريم أي منتج بيتحطى على الجلد مباشرة وهو آمن جدا لإستخدام الأطفال أو الأطفال اللي فوق السنتين ممكن يستخدم بنسبة من أول عشر في المية لغاية مية في المية مافيش أي رستيكشن عليه لأنه هو زي ما قلنا آمن وثابت وفعال وما بيمتصش عن طريق الجلد الفرمولات بتبقى غالبا يما في سوق التراش ودي ناس كتير ما بتحبهاش علشان ممكن تيجي على العين أو يتم استنشاقها يعني فبيفضلوا منتجات الجل أكتر هنيجي على الجل هنلاقي ان فيه تركة صغيرة قوي اللي هو نوع البوليمر المستخدم علشان يقدر يعملي منتج جلد نوع البوليمر المستخدم هنا بيكون ألترز كربوبول ألترز عشرة بيستخدمه بنسبة واحد في المية مع التركيبة علشان يقدر يديني كلايتي للجلد ويثبت لي البي اتش عند خمسة ونصر لخمسة وتمانية من عشرة هو ده الرنج الملائم ان انا استخدم الجل ده على الجل بيقعد فترات طويلة على حسب الحماية بتقعد فترة طويلة بناء على نسبة الديد المستخدمة يعني انا بستخدم الديد بنسبة بتتراوح ما بين عشرة في المية زي ما قلنا لغاية تلاتين او اربعين في المية ده الماكسما العشرة في المية بتقدر تعملي حماية من النموس حوالي ساعتين وكل ما بتزيد النسبة كل ما بتزيد فترة الحماية لغاية انه بتصل لغاية عشرة ساعات او تمنت ساعات على حسب نسبة الديد المستخدمة التركيبة هنا في المنتهى البساطة ان الديد ده بيدوف الكحول بعمله عملية نوتراليزيشن او بحط له الكربوبول وعمله نوتراليزيشن بقاعدة سواء كانت تريق السانول امين او سوديوم هيدوكسايد وبحط معاه شوية سيليكون علشان يعمل ايموليان للبشرة مش اكتر من كده هو نوع الكربوبول المستخدم بيبقى كربوبول ألترز 10 علشان يقدر يديني الشفافية ويقدر يديني اللزوجة المناسبة للاستخدام التركيبة سهلة جدا مفهاش اي حاجة اهم حاجة ان انا اقدر احصل على المادة الفعالة اللي هي الديد ممكن اضافة السترونيلا لزيادة الفعالية ويدي ريحة اللمون او ريحة السترونيلا المميزة ويمكن استخدامه بدون رائحة خالص في حالة الاطفال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا